أهلاً من جديد صباح الخير ومرحبا بكم معنا عبر اللقاء المفتوح وعبر فقرة الجمال فقرة الأناقة سوف نوصل مع سيدة ملكة مناصف وصفات بسيطة وسهلة التي نحتاجها يومياً سيدة ملكة أهلاً وسهلاً صباح الخير صباح الخير نعم أعطينا البرح موزيلات العشرة بعد ما أعطينا مجموعة النصائح في إتار يعني الأبجديات تحضير الوصفات وباش نحافظوا على ذاك الوصفات شو نستعملوها بدون خطور على الصحة العامة دينا على البشرة على الشعر نعم نوصلوا اليوم وليوم أعطينا طوموصة ديال دونت يفخص دو ديالسنان لشعر السنان هو صحي تصلاح للتا الحم ديالسنان وطيب يض السنان في نفس الوقت ومنها اقتصاد وهو ما فيه جميع المواد عندهم في الدار ودائماً باش يوجده تخص الأوان ينقيا وفاش يديره إناء نقيا بحالي كما تكلمنا في أول حلقة نعم هالدونت يفخص ديالسنان سنعت يتكون من الطين الأبيض الطين الأبيض وراكيت باعه في محلات تشميل 200 ايه انتنا اخدو 200 جرام اللي يجاب الزائف يمكن ليوجد النصر لكن هذه ما ستخسرش كي يبقى مدة طويلة يعني وكي يكونوا انفرز عائلة مش يغي واحد لي كيحوك به سنان ويمكن نجوش ثلاثة الناس في الدار 200 جرام ديال الطين الأبيض 500 جرام ديال الملحة ديال اليود اللي فيها اليود هذي اللي كتبع دباز كينا ساير بها العمل 20 جرام ديال بيكاربونات تتبع في الصيدانية تكون دائماً عندنا هذي بيكاربونات مزيانة بزر الحاجات اللي بارحة راستعملنا هالموزي العراق اليوم كان يمكننا نديره 20 جرام في هذه الوصة والنافع غير متحون هذ نفع هذا النفع هو فقط اختيارة فيمكننا نديرو الصغرات سنان بالنافع يعني كنلقات نافعة كنلقات القرصة كنلقات القرصة كنم وننضيرو معلقات النانام لانتحون كنلقات النانا كنلقات القرونفل كنلقات القرونفل باش نغيرو أسمية هادو الريحة ديالهم نعم كل هم هذا الموادات نعرفوه مزيين الاسنان كل مره مغيره سافي وتنخلطو هادشي كله الغبرة كله تنخلطو مع هادك النعناع او النافع وتنعملو فواحد فشي فشي قرآن مقية وتناخدوه مع القصغيرة كل مره وتنحطوه فستي الديناتن فزقوه شيتا وكان مهزو هادك الغبرة يعني ما نغتصوش فيه شيتا دينا نعم كان هزو بقياس نحطوه في القصغير دينا نفسكو الشيتا بالماء وتنهزو بها هادك المقرار كله كيتز كان مقارن نحطوه فيه وكان حكو بيث لنا تن البيض مئتين جرام ديال التن البيض مع خمسة جرام ديال الملح المزود باليود والملح العادي ديال الطعام اللي عندنا ربما تكون كتوبة فيه اليود 20 جرام ديال بيكاربونات يتبع في الصيدليات وشفية النافع واحد مع القد النافع القد النافع نعم و لان انا بسبب الاطن البيض راح مسحوق البيكاربونات ايدا الملح راح نحاولو ناخد الملح اللي يكون رقيقة و النافع ولا القرفة ولا القرنفليت غربلهم زيان باش ينضافوا لهاد النافع و يتبقى غبراء مخلطة في واحد القرعه اللي تنهزو منها نص معلقة كافي و سننصلوا به هدا والصخرة هي معجون سائلة سناخده نص معلقة ديال القهوة ديال هدا الطين الاخضر ديال الطين الاخضر اربعة معلقة ديال كبار ديال ميزينة ديال ديال تنزيدوا عليه الماء الكافي الماء معديني باش تنخلطو شوية شوية احنا نحركو تولينا واحد الابط و واحد العجين قاسح هداك العجين تنفضو بيتا لنا حيث هذا مخلط بالماء وهذا سننخبعوه اما تنخلوه فتلاجه حيث هذا مقدار صغير هذا الغادي قد نغلش اربع ايام لخمسيان هذا يمكننا حيث هو معجون اما الغبرة قدرنا بسر لانه لا تخسرش ملائيا ياخدتديججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وتنذلوها في قرعة أو في كيك دير الزاج أو شي حاجة اللي غادي تحفظ لنا عليها باش ما تخسرش يكنين ديك القرعات صغيرين الزاجة ماليكا اللي مثلا اللي كنرشو بهم الحاول كامون ممكن احنا ندلو لهم غتبوا ديك البلاسة هي القرعان ضيفة زوينة ممكن تزنق مية قليلة هادي تماما نعم نكتفي بهذا القدر ماليكا غدا ان شاء الله مع الأسئلة للمستمعين والمستمعات كان شكرك جزيلا شكرا على هذا الوصفتين اللي قدمتين لدي المعجون الأسنان اللي ممكن احتلكنا